القانون الجزائري كين كوطة تاعة الذاوية لحتياجة تخصى وفي نفس الوقت تاعة العزاب موان تونسينك المدى حداش من القانون مولاك الإشكالية تاعة لما جيت طبقها تكوني عادزة تطبيقتها كيف يكون عاجز عن التطبيق لما القانون يمنح الواحد أعزب الحق في باش يكونوا سكن في المقابل تشوفي واحد عنده خمس أولاد ست أولاد ما عنده شو ينسكن الأولوية لي من لي عنده ست أولاد طبعاً وشي الأعزب هاي الإشكالية ولكن القانون منح للأعزب الحق في هذه الحالة تجدين إسبلدية يعجز عن إيجاد حلول منطقية لهذه العملية يعني تبقى ديما تفكر في الحلول لكن لم تجد الحلول لأن الكوطة الممنوحة من طرف الولاية دائماً لا تلبي أغابات المواطنين على سبيل المثال بلدي تشيدي موسى استفادت من 120 من حصة 120 مسكن هذه الممكن توزع على كل الفئات يعني على كل الفئات للعالي العزب والإحتياجات الخاصة أستاذة 120 هذه مسكن توزع عدد الملفات المقبولة أربعالاف وسبعمائة وسبعين مالاف توزع يستفيد يستفيد مئة وعشرين واحد لو لو أعطاوني أنا يا كارس بلدية سيدي موسى ذوكاً ألفين سكن ما ننجمش نحل أزمة سكن في بلدي سيدي موسى يعني حتى لا تلبي الطلب المطلوب عندكم في البلدية مش حتى للطلب لأن إحنا بلدي سيدي موسى بيطبيعها الفلاحي أدنا 17 نحوش أدنا 17 المزارعات كل المزارعات يعيش ما شاكل عويسا نحوش نشوف ردية يعيشون في حيات بيدائية ما عندهم مش متطلبة الحيات ما كاش يعني أدنا شروط الحيات لا تتوفر عندهم نعم والجامع يطالب بالترحيل